السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلتنا عشانا تكونوا بخير انا حينستخدموا اخر تقنية في البحث هي عبارة على شات شات جي بي دي واسمها تبع لتقنية Open AI Artificial Intelligence يعني الذكاء الاستيناعي هو يعني مثله مثل محرك بحث شغل زع ما رك تحوزه مثلا في الجوجل ولا وشو فرق كبير بينه بين محرك البحث خطر هذا شغل رك تهدر مع انسان شغل ذكاء الاستيناعي شغل تهدر مع انسان ويأتيك المعلومة سواء بأي لغة بأي لغة حبيت يأتيك المعلومة احنا نجرب ضروق اللغة العربية ونضحكو معها شوية حسنا نلقوه الاسلام هكذا هاديك صحيحة لغة حسنا حسنا تلقين تغريد الحسون تلقين تغريد الحسون هو فن قديم يستخدم لتدريب الحسون على الغناء بصوت جميل وملئ بالنغامات وترددات المختلفة ويشمل ذلك تعليم الحسون الانماط الموسيقية المعقدة والمتنوعة التي تشمل الاوتار والنبارات المختلفة والتي يتم اصدارها بصوت الحسون تتم عملية تلقين تغريد الحسون عن طريق تعليم الطير المقنعة الصوتية والترديدية التي يجب عليه تعلمها وتكرارها بشكل متواصل وعادة ما يتم ذلك من خلال عزف المقطوعات الموسيقية المتنوعة والمتخصصة التي تم إنشاؤها خصيصا لتلك الغاية اكتغذرنا الكوبية حبيبنا ومن المهم أيضا توفير بيئة صحية وآمنة للحسون لتلقين تغريد الحسون بشكل فعال وصحي ويجب أن يتم التعامل مع الحسون بلطف وحرصا حتى لا يتعرض لإصابة ثالتلقين التغريد أصبرت جوفت قيل قال لك أن هنا يشمل ذلك تعلم حسون الأنماط الموسيقية المعقدة والمتنوعة التي تشمل الأوطار والنبارات المختلفة تشمل نشوية قليبي الطبع يتعلم الحسون العديد من النغمات في الأوطان المختلفة خلال عملية تنقين تغليد الحسون ومن أبرزها الصافرة وهي نغمة رقيقة وناعمة تستخدم عادة في البداية لتعليم الحسون كيفية الغناء بطريقة صحيحة الطانين وهي نغمة عالية وقوية تستخدم لتعليم الحسون كيفية إصطار نغمات العالية الصدى وهي نغمة متكررة تنتج صدى وتستخدم عادة لتعليم الحسون كيفية التكرار بطريقة صحيحة غالوبة الرنين وهي نغمة منخفضة وقوية تستخدم لتعليم الحسون كيفية إصدار نغمات المنخفضة بل كالرولمو الصدى هنا الصوت الشاجي وهي نغمة شاجية وقوية تستخدم لتعليم الحسون كيفية إذفاء المزيد من الشخصية على الأداء الصوتي وهناك العديد من النغمة الأوطار الأخرى التي يتعلمها الحسون خلال عملية تلقين تغريد الحسون ويمكن أن تختلفها باختلاف أنماط تلقين وتقنيات التدريب أنماط تلقين حلبنا خو يمكن تقسيم أنماط تلقين الحسون إلى أنماط رئيسية اثنتين التلقين طبيعي الحي وهو نوع من التلقين يعتمد على تعليم الحسون الغناء بصورة طبيعية ودون أي تدخل إنساني في إصدار الأصوات يتم ذلك عادة من خلال تعليم الحسون عن طريق الاستماع لأصوات الحسون الأخرى في الطبيعة والتعلم منها الأنماط المختلفة للغناء التلقين الاستناعي وهو نوع من التلقين يعتمد على استخدام الأدوات الموسيقية والأجهزة الصوتية المختلفة لتلقين حسون غناء بأنماط محددة ومعينة يتم ذلك عادة من خلال استخدام الصافرات والصناديق الصوتية وغيرها من الأدوات الصوتية يعني لباف الصناديق الصوتية وغيرها من الأدوات المختلفة لإصدار الأصوات والنهامة المطلوبة وتعليم الحسون تكرارها والغناء بها وتختلف أنماط التلقين من فقال التقنية المستخدمة والغرض من التلقين حيث يمكن استخدام التلقين الطبيعي لتعليم الحسون الغناء بأنماط طبيعية وواقعية بينما يمكن استخدام التلقين استناعي لتعليم الحسون الغناء بأنماط محددة ومختلفة ويفقاً لإحتياجات المدرب أو المربي باشي شارك فيه فالكون قروق درابق نقول لكم شو نسق سواه نسق سواه وقت شلقناه ماذا عن سن حسون مثال التلقين يمكن تلقين حسون في أي سن ولكن الفترة الزمنية المثالية لتلقينه هي في سن مبكرة كوني سرحبنا وذلك لأن الحسون الصغير يتمتع بالقدرة لتعلم الأصوات والنغامات بسرعة وسهولة كما أنه يمكن تشكيل صوته بشكل أفضل في هذه المرحلة يمكن تلقين الحسون في سن 40 يوم تقريباً ولكن الأفضل هو البدء في التلقين في سن 60 إلى 70 يوم على الأقل حيث يكون الحسون قد بلغ مرحلة النوضج الصوتي وبدأ يصدر الأصوات الأولية الخاصة به يعني بداي قزوي ومن الأهمية بما كان تلقين الحسون في سن مبكرة لأنه في حال تأخر التلقين يصعب تغيير أسلوب الغناء لديه فيما بعد وبالتالي يمكن أن يفقد الحسون القدرة على إصدار بعض الأصوات والنغامات المتنوعة التي يمكن تعلمها في سن مبكرة هل يمكن تلقين عدة حساسين في آن واحد؟ نعم يمكن تلقين عدة حساسين في آن واحد؟ وهذا ممكن من خلال وضعهم في نفس المكان وتشغيل نغامات سلقين للجميع في نفس الوقت ومع ذلك يجب أن تتم مراقبة الحسون بشكل فردي للتأكد من أن كل واحد منهم يتعلم أن نغامات الأصوات الصحية أو يكون يسرح بمنها ولا يتأثر بالحسون الآخر غير ذكتا 40 يوم وقام ما قسهاش ولا يتأثر بالحسون الآخر كما يجب أيضا أن يكون مويا مش ما قسهاش هو 40 يوم يرفض مش ما يرفضش نحن نحو سولا بيرفكسيو ولا يتأثر بالحسون الآخر كما يجب أيضا أن يكون هناك مساحة كافية بين الحسون لتجنب التداخل في الأصوات والتشويش على بعضهم البعض حتى يتمكن كل حسون من الاستماع والتعلم بشكل صحيح ما عنده الحق كيكونوا زوجة ملا يتلقموا في نفس الوقت وواحد زيما يبدأ يرامجي قبل لأخر وما يقولوا يتبعوا هذا اللي راه يرامجي وما يسمعوا الكاسيتا يقولك شغل هو يقديه هاي بي واش نقولوله قولوله قولوله شكرا على الفائدة نحن نساوي أنا استندت في إجابتي على المعرفة العامة والخبرة في مجال التلقين كما استخدمت بعض المصادر الموثوقة عن الانترنت وهي من صفح في النمو الهلاء من البيئة وايضًا لعلم من البيئة ايه ان لحظيك ويكيهو ويكيهو هذا معناه هذا واحدهن ربعة منهم ولني اراهم ديشاه وأشير إلى أنني كمساعد افتراضي أحرص دائما على توفير المعلومات الداخل والموثوقة ولكن يرجى عدم الاعتماد بشكل حصري على المعلومات المقدمة وإجراء المزيد من البحث والتحقق من المصادر الأخرى قبل اتخاذ أي قرار أو اتباع أي نصيحة هذه يا خوطنة كانت ابتسامة خفيفة حبي يحفظكم السلام عليكم